قناة فلذاتنا سبحانك ربي يا رحمن يا من كرمت بني الإنسان وجعلت الأسرة تجمعنا وتقينا من لفح الحرمان إن قام الأب بتربيات للروح وأيضا للأبدان وزرع الخير بأبناء وأسس ذياك البنيان فسيحصد من ذلك خيرا وسيهزم أجناد الشيطان ويؤسس بيتا للتقوى ويؤيد من رب منان ويعامل زوجا بالحسنى ويعمر بيتا بالإحسان قناة فلذاتنا ويحفظ للأخت محبة فالأخت كأنفاس ريحان ويشد بكف لأخيه كي يقف في وجه الطوفان وسرتنا يا نعمة ربي يا وردا أزهر في البستان يا قارب خير يحمينا إن عصفت أمواج الخلجان إن عاشت أسرتنا بشرع سنكون معا في بر أمان سنكون معا في بر أمان قناة فلذاتنا هي أنا أعتبرها إذا كانت قوة شخصية عندها عناصر عشرة فالمسؤولية هي أم العناصر بمعنى لا يمكن أن يكون الإنسان يتمتع بالعناصر التسعة دون أن يكون لديه قيمة المسؤولية المسؤولية بمعنى الإنسان يملك قوة الاختيار واتخاذ قرار ومسؤول عن أفكاره وحركاته ومبادراته وقراراته التي يتخذها بمعنى تكون لغته مسؤولة ونعلمهم كيف يتخذ قرار المسؤولية هو أن تتخذ قرارا ملائما لي أو شي قيمي بمعنى ترضي ربي هذا القرار يرضي الله أم لا فيتدرب الإنسان على قرار ترضي الله قرارات ترضي ربه لمدة ثلاث أسابيع إلى ثلاث أشهر قرار هل هذا القرار يحافظ به عقلي أم يدمر عقلي هناك قرارات تدمر العقل فهكذا يبدأ الولي يتعلم اتخاذ أن يتعلم قيمة المسؤولية منطلاقا من مبدأ لأن القيم وحركات الإنسان تحركوا المبادئ أما الذي تحركه الأهواء والشهوات فهذا إنسان سميه إنسان هش عكس قوة الشخصية تماما فهذا قرار يرضي الله نفس الشيء نتخذ قرار ملائم للعقل يحفظ عقلي مثلا عندما أقرر أن أتابع ألعاب إلكترونية لمدة ساعة وثاعتين فأنا قررت قرار يدمر عقلي إذن أنت قررت قرار يدمر عقلك عندما تتخذ قرار أن تتعاطى مخدر فأنت تدمر عقلك فعندما تتخذ قرار مثلا أنك تضيع وقتك في أشياء قد تلغي تركيزك فأنت اتخذت قرار يدمر عقلك فيبدأ الإنسان عنده مبادئ ومعايير يوازن بها نظام مسؤوليته الأمر الثالث قرار يحفظ صحتي وقرار يدمر صحتي فعندما يتخذ الولد قرار أنا لا أدخن وهذا قراري إذن هذا قرار مسؤول يحافظ به على صحته أي مدى أنت حر وإلى أي مدى نعم وإلى أي مدى لا هي تعتبر بالطرائق التالية المسؤولية المسؤولية واحد المستوى الأول من المسؤولية 90% على الأب و10% للولد يعني ليس على كيف ترى ليس على كيف 90 أنت مسؤول 10% هو في القضايا الكبرى أنت تكلم عن الصحة الصلاة الصحبة من يمشي معه وعن الدراسة هذه تدخل الأب فيها يجب أن يكون يصل إلى 90% لقصور خبرة الأبناء الصغار وبالتالي أنت تتدخل في هذا المستوى في مستوى أقل تصل إلى مرحلة 70-30 متى يأكل متى ينام اتطلع الدخلة تتفقون أنت ويا على بعض بعض المسؤوليات يعني ليست نعم وليست لا وليست أنت حر لأكناء 70-30 بتفاوض بينك وبينها وبعض الشغلات هي في المستوى الثالث 50% و50% نوعية الطعام التخطيط للمدرسة أو لسفر أو لروحة أو جاية هذه 50% هذه 50% أنت تعطيه وجهة نظرك وتسمع منه وتحاول تقنعه ويقنعك وتسمع منه أو أنت تحاول تقنعه فهذه 50-50 فبس فيه شغلات أقل من كذا فيه شغلات 30% أنت 70% مثل الفلوسة شي سوي فيها ملابسة غرفتة فيه أباء يدخلون في كل شي فيه أمهات تدخل في كل شي والله عندنا بعض القربات الشبابية في ثالث متوسط الولد إذا عندنا برنامج طبعا نأخذهم أسبوع مثلا فأسبوع يحتاج مع ملابس وشنطته وكذا تخيلوا يا جماعة في ثالث متوسط يرسل للمة حط أطقمة ويصور لها يوم ألبس هذا أو هذا أو هذا هذا الولد ما نشأ في يوم وليلة مسلوب الذوق هو نشأ أنه لا يختار كل شيء أمه تختار له محبة منها لكنها أخطأت بهذه الطريقة خامسة المستوى الأخير هو 10% الأب الأسرة وتسعين في المائة مثل الذوقيات وشلون يذاكر نوعية العطر يتصرف مع أصدقاءه بعض الأسر ما تبغى ولدها ينفس أجلس يعني لو أقلب في الصالة أجلس لو يبغى يأكل السلطة بعد الأكل راح ومطعم لا سلطة أول بعدين هذا لا تأكل فيطفش الولد ويسلب الإرادة وبالتالي يشعر أو نربيه على عدم المسؤولية لأننا نتدخل نحن نتدخل نحن نتدخل نحن نتدخل وبالتالي ابدأ أن تقلل كل ما كبر ابنك نزل مستوى مساندتك وارفع مستوى مسؤوليته ارفع مستوى المسؤولية بالمناسبة تعريف المسؤولية تعريف المسؤولية المسؤولية هي الشعور بالواجب والتعامل مع هذا الشعور بجدية هذا تعريف المسؤولية بشكل دقيق جدا من هو الشخص المسؤول؟ هو الشعور بالواجب والتعامل معه بجدية مشكلتنا أننا لا نربي أو كثير مننا لا يربي أبناء على المسؤولية لماذا؟ إما لا نشعره ما هي واجباته في البيت أو نشعره بواجباته ولا نشعره بالجدية تجاهها لا نعاقبه مثلا إذا قام من السفرة المفترض يشيل صحنة مثلا أو على الأقل ينظف صحنة من النعمة مثلا ما يبق فيه هذا واجبة إما أنه لا يشعر أنه واجبة وبالتالي لن يتحمل المسؤولية وإما أنه يعرف أن هذا واجب نقول لها يا أخي شيل الصحن بس ما في حزم ما في مكافآت ما في حرمان ما في الحاح أنه يمارس الجدية في التعامل مع هذا الواجب مرة مرات كنا في بلد وقدم أكل فأكل الولد أخذه بره للمدرسة ورجعه باقي فيه يمكن ربعة ساندوش كذا باقي فيه ربعة فتقول لها المسؤولة تقول لها هل الأكل ما أعجبك أغيره أو أنك كثير أنقصه بس كونك جايبة ما تريد أن يسوي به أنا بيتي ليس مزبلة أنت عندك مشكلة فهو الولد يعني متربي مثل عيالنا متربي يرمي ويبقي شوي في الشاه وشوي في الببسي وشوي في العصير وشوي في البورغر لدرجة بعض الناس وصل المرحلة أن يستحي يخلص الشيء أصلا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدري أين البركة لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم أنك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعق أصابعنا لعل البركة تكون في الأصابع وما بالك في الأكل وبقايا الأكل وبالتالي الشعور بالمسؤولية تربيتها أولا تحديد واجبات الأبناء وش اللي واجب وش حق ترجمة نانسي قنقر